في إكسبو 2020 دبي يأخذ زواره في رحلة طويلة إلى بلد شهد كثيرا من التحولات والأحداث المصرية من عكس بجلاء على ثقافة شعبها وتطلعاتهم المستقبلية مفادنا إلى هناك محمد وموسي أجرى جولة في الجناح الكوبي وعاد إلينا بالتقرير التالي نتابع هنا في إكسبو 2020 دبي الزائر لهذا الجناح جناح كوبا سيمكنه أن يستمتع يعني أن يحاكي تجربة الجلوس في شوارع هافانا النابضة هنا مدخل هذا الجناح جرى تصميمه على شكل شوارع وأزقة مدينة هافانا الجميلة بألوانها بأقواصها بأبوابها بحياتها الصاخبة وبالتالي فمن يأتي إلى هذا الجناح هنا في إكسبو 2020 الذي يقع بالمناسبة في منطقة الاستدامة سيتمتع أو سيحاكي هذه التجربة وسيخيل له أنه فعلا جالس أو يتبضع أو يتمشى في شوارع هافانا هذه المدينة الجميلة التي تعرف بألوانها وبسخابها وبحياتها اليومية والليلية وهنا جرى تعرف الزائرين بعجائب الطبيعة في كوبا وطبعا كوبا تراهن على مشاركتها في إكسبو 2020 دبيل من أجل تحريك أو إنعاش السياحة التي تضررت كثيرا بفعل جائحة كورونا خاصة وأن 50% من الناتج الإجمالي الكوبي يعتمد بشكل كبير على السياحة هنا جرى عرض قصب السكر وقصب السكر له أهمية بالغة لدى الشعب الكوبي وبالتالي فإن عرضه هنا هو جزء من لا يتجزأ من هوية كوبا خاصة وأن السكر كان قد وصل إلى كوبا منذ خمسة قرون من خلال في عهد حاكمها الأول ديغو في لاسكيز وقد جلبه الإسبان بمعية العبيد الذين كانوا يتم إحضارهم من أفريقيا من أجل زراعته ومن أجل إدخاله في الاقتصاد الكوبي الكوبيون يعتبرون السكر أصل هويتهم الكوبية كوبا هي من أكثر الدول في العالم تحقيقا لنسبة تعليم حتى أن التعليم في كوبا يفوق ذاك المسجل في الدول المتطورة وهذا ما يجري تعرف الزوار به كوبا هي من الدول التي تصدر الطاقات وتصدر الأدمغة إلى الخارج خاصة ما يتعلق بالأطباء بما أن كوبا فيها أكثر من سبعين ألف من الأطباء وهذا الرقم يتجاوز بكثير عدد الأرقام في أفريقيا بل وأن كوبا لها تجربة رائدة في مجال صناعة اللقاحات ومن هذه اللقاحات هذا اللقاح وكوبا تحاول أن تستخدم وتستفيد من رصيدها ومن فرقها الطبية من أجل إنتاج لقاحات أخرى وبما أننا نتحدث عن اللقاحات طبعا كوبا لم تجلب ولم تشتري أي لقاح أجنب من الخارج بل صنعت لقاحها بنفسها طبعا هنا في هذه الزاوية يتم استقبال زوار كوبا في إكسبو 2020 دبي بهذا المشروب هذا المشروب هو مخيط مخيط هذا المشروب القليل من يعلم أنه مشروب كوبي خالص هذا المشروب ظهر لأول مرة في هافانا وكان يستخدم في القرون الماضية في علاج الأمراض الاستوائية طبعا هذا المشروب الكوبي يعني مخيط غزاء العالم اليوم وتحول إلى المشروب الأكثر شعبية في كثير من الدول خاصة في الدول الأوروبية طبعا نواصل هذه الجولة وكوبا تعرف بالصيغار هذا الصيغار الكوبي الذي تحول إلى مادة نادرة ومادة مطلوبة ومادة مختفية خلال أزمة كورونا في أوروبا هو مهد أو فخر الصناعة الكوبية وطبعا جرى عرضه بعد النماذج من السيغار الكوبي الذي تعتمد عليه كوبا بشكل كبير في صادرتها إلى الخارج من الأشياء المعروضة هنا في جناح كوبا في إكسبو 2020 دبي هذه السيارة الكلاسيكية طبعا هذه أشهر سيارة في شوارع كوبا خاصة في العاصمة هافانا وقصة هذه السيارة العجيبة مع كوبا أنه في العام 1958 اتخذ الزعيم الكوبي في ديل كاسترو قرارا ثوريا يقضي بوقف استراد جميع السيارات من الخارج فما كان من الشعب الكوبي إلا أن عاد إلى السيارات القديمة الكلاسيكية لذلك هذه السيارة هي عروسة الشوارع في كوبا حتى حينما قرر الرئيس الحالي راول كاسترو إلغاء القرار السابق يعني حافظ الكوبيون على علاقتهم بهذه السيارة وطبعا يمكن للزائر لجناح كوبا هنا في إكسبو 2020 دبي أن يأتي إلى هذا الجناح الذي يقع في منطقة الاستدامة من أجل اكتشاف خفايا أخرى والكثير من الأسرار المتعلقة بكوبا وبالشعب الكوبا